السلام عليكم شعورين وعليكم في فيديو جديد ودرس جديد وهذه المرة عندنا اصلاح لهذه الشاشة اللي شوفوا امامكم بيها سوات على الاطراف وتصير بيها حرارة عالية وبيها صوت ازيز دلالة على انه يكون لدات تلفة ومحروقة مثل ما شوفون امامكم هذا التلف اللي بالشاشة صاير سبب احتراق باللدات فراح نقوم باستبدال اللدات لهذه الشاشة شلون رح نحسن هذا الشيء رح تعرفوا في هذا الدرس فخليكم تابعين شباب طبعا حتى لا نضطر الى التحوير والترهيم نجيب شاشة مشابهة او مطابقة مكسورة طبعا نستفاد من اللدات المال هاي الشاشة في عملية استبدال الليد بين هاي وهاي يعني الطبقات الخلفية فراح نقوم بتفكيك هاي الشاشة وناخذ منها الليد السليم وننقلها الى هذه الشاشة الاخرى فاشنون رح نسل هذا الشيء خليكم متابعين بعد ما حررنا طبقة الفينول مثل ما شوفون ناخذها على جنب الليدات صايروية الباكليارز هنا ناخذ هذا الجزء كلها ناخذها على جنب ونجيب الشاشة المكسورة ايضا بنصب طريقة وفقكها طبعا هاي الشاشة مفتوحة قبل هسا ان شاء الله تكون الليدات مالها سليمة على العموم خينشوف ممكن اكون انا مبدلها مع شاشة اخرى يعني بالماضي الناس يكتب ملاحظة عليها على العموم تجربة خير برهان نفقق طبق طبقات الشاشة نتزع الباكليارز المكسور هذا ناخذها نجيب الباكليارز السليم ونركبها محل الباكليارز بهذا الشكل نركب الليد محلنا خين روح نجرب ونشوف اذا ما حصلنا الهجر مرجوة فممكن تكون هاي الطبقات اللي اتخذناها بها تشوه او بها مشاكل بالليد فرح ننتطر نبدلها مرة اخرى خين روح نشوف النتيجة سوية نتسف الشليل اخوان هاي الشاشة الاخرى او الطبقات الخلفية مع الليد الشاشة الاخرى بها نفس المشكلة الظاهر هذا الموديل من شركة الجي بمشكلة عامة فخين روح نلقى شاشة اخرى ونستبدل الطبقات الخلفية مع الليد ونحل المشكلة فخريكم تابعين اخوان هاي الشاشة الاخرى مرة مثل ما شفته خلين روح نربط ونشوف النتيجة النهاية بسم الله صوت الازيز راح من الشاشة كان يطلع صوت ازيز واللدات مثل ما شوفون الحافة مثل ورد ما بيها سويداد مع ذلك خليفتح الجهاز ونشوف اشوفوا معكم شباب المشكل حلات وما ظلها اي وجود اللدات كانت محروقة واستبدلت وهذا كل شي اللي عندي بفيديو اليوم أتمنى يكون فيديو أعجبكم إذا أعجبكم الفيديو تنسونا من الأعجاب بالفيديو وإشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد قاميكم سيف قدامي قناة قدامي تيك في أمان الله